موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من الأخبار والعناوين التي ركزت عليها الصحافة اليمنية والعربية وفي هذه الحلقة من كشك الصحافة نبدأ من موقع التغيير نت وجاء في أهم أخباره قائد مقاومة صنعاء للقبائل مشروعا وطني يستدعي الصبر والتصدي للخروقات حتى تأتي توجيهات دخول صنعاء في الشأن السياسي الأمم المتحدة مفاوضات السلام اليمنية ستبدأ الخميس في الكويت وفي عنوان آخر وزارة العمل السعودية تعلن رسميا استثناء اليمنيين من بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها ننتقل مشاهدين إلى موقع يمن مونيتور وجاء فيه مصدر بالخارجية العمانية السلطنة تطلع لنجاح المشاورات اليمنية في دولة الكويت وفي ذات السياق بن دغر يؤكد حرص الحكومة على سلام الضامن لاستعادة الدولة أما في الشأن الميداني يقول الموقع مقتل حثي وأسر ثلاثة آخرين بعد خرقهم للهدنة في محافظة الجوف أما إلى تفاصيل دعوة التحالف لتشكيل لجنة بشأن ادعاءات الميليشيا قصف منزل شمال العاصمة صنعاء جاء في هذا الخبر أعلنت قيادة التحالف العربي أنها شكلت لجنة تحقيق سريعة للتحقيق في الدعاءات الناطقة باسم الحثيين باستهداف الطيران لأحد منازل المواطنين في قرية قطبين مسورة في محافظة صنعاء في شرق المحافظة في نهم ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيان التحالف الذي قال وانطلاقا من إدراكها لمسؤولياتنا تجاه الشعب اليمني الشقيق فقد كلف فريق تقييم الحوادث بالتحقيق في تلك الإدعاءات سريعا والرفع بالنتيجة عاجلا لمعالجة الأمر على قواعد من المهنية المتعارف عليها دوليا إلى ذلك كان المتحدث باسم الحثيين محمد عبد السلام قال إن ثلاثة قتلى سقطوا في غارة للتحالف على منزل شرقي صنعاء مهمة وفد الحكومة في لقاء الكويت بهذا العنوان كتب أحمد عثمان مقالة نشره موقع يمن مونيتوريو ويقول الكاتب مرت ثلاثة أيام على موعد عقاد مؤتمر الكويت الخاص باليمن وفد الحكومة حاضر منذ الدقيقة الأولى وما زال منتظرا قدوم وفد جماعة الحوث وصالح الذين قاموا بالانقلاب وأوجدوا هذه الحرب وأدخلوا اليمن والمنطقة في دوامة البعض ينتقد وفد الحكومة على الانتظار ويطالبهم بالانسحاب وهذا غير صحيح فواجب وفد الحكومة هو التمسك بالخطوط العريضة والمرجعيات المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي 2216 ودورهم الأهم عدم الاستجابة لأي ضغوط مهما كانت لتميع القرار الدولي والذهاب بعيدا عن تنفيذه أما الحضور المبكر والبقاء في الانتظار فهذا عمل روتني وحصافة دبلوماسية لأنهم هنا ينتظرون المجتمع الدولي الذي رتب هذا اللقاء ولا شأن لهم بالحوث وليس عملهم تقديم انذارات لجماعة الحوث وصالح واستعجالهم للحضور هذه مهمة المبعوث الدولي والمجتمع الدولي والمضيفين والوسطاء وبين الناس يومين أو ثلاثة لا تفرق بل تدين الجماعة وتكشف نفورها من ثقافة السلام وعملية التسويات السياسية فهم مشروع حربي ولا يستطيعون الكف عن ثقافة الحرب وعلى الأطراف الدولية أن تعي أنها ترعى الإرهاب هنا وليس السلام وأي مجاملة على حساب إنهاء الانقلاب والقرار الأممي هو رعاية للفوضى والحرب والإرهاب في المنطقة الحرب قامت بسبب الانقلاب والتمرد على الحوار ولقاء الكويت مهمته تنفيذ القرار الدولي 22-16 وإنهاء الانقلاب أولاً وهو ما أكدته النقاط الخمس التي حددت من قبل المبعوث الدولي كمحاور للقاء الكويت عنوان موقع الصحوانت في صفحته الرئيسية الحوثيون يستهدفون لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في سرواح بمأرب كما جاء في الموقع الزياني اتفاق خليجي أمريكي لتسيير دوريات بحرية لاعتراض سفن السلاح الإيرانية كما ذكر الموقع أيضاً قائد مقاومة صنعام انصور الحنق ملتزمون بالهدنة رغم الخروقات ومشاورات الكويت فرصة أخيرة للانقلابيين نذهب إلى تفاصيل ما قاله الملك سلمان بشأن اليمن جاء في هذا الخبر أكد العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة حريصة على حل الأزمة اليمنية بناء على المبادرة الخليجية وأضاف الموقع وقال الملك سلمان خلال كلمته بافتتاحية القمة الخليجية المغربية الأولى في الرياض نؤكد على حل الأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية والقرار 2216 وتابع الموقع أعرب الملك سلمان عن أمله أن تسفر محادثات الكويت التي تبدأ في اليوم في الكويت أن تحرز تقدماً إيجابي نذهب إلى موقع الموقع ونطالع في صفحته الرئيسية مجموعة الأزمات ومشاورات الكويت أفضل فرصة أتيحت منذ بدء الحرب للعودة إلى العملية السياسية في اليمن أما إلى عدن الأجهزة الأمنية تفكك عبوة ناسفة زرعت بمحيط قسم شرطة المعلة وفي الجانب العسكري الحوثيون يقصفون مواقع اللواء 21 ميكا وتسعة عشر مشاف في بيحان وتناول الموقع تفاصيل مقتل حوثيين في أحد مصانع العبوات الناسفة يقول الموقع في هذا الخبر قالت مصادر محلية في محافظة عمران إن سبع حوثيين لقوا مسرعهم وجرح آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمقر خاص للميليشيا لإعداد العبوات الناسفة والألغام في منطقة المجزعة بمديرية القفلة ويضيف الموقع رجحت مصادر أن من بين الجرحى شرف عشيش أحد قيادات ميليشيا الحوثي في حادثة انفجار اللغم ويتابع الموقع في الخبر فاد مصدر محلي قريب من المبنى الخاص بالحوثيين أن الميليشيا تستخدم المبنى لصناعة المتفجرات إلى ذلك حمل أبناء المنطقة الميليشيا كامل المسئولية في تبعات استخدام المقر كمصنع للمتفجرات والألغام نتحول مشاهدين إلى موقع المصدر أونلاين حيث ركز على التطورات الميدانية أحياء ساكنية في تعز تتعرض لقصف عنيف والمقاومة تصد هجمات ميليشيا الحوثي وصالح وإلى الضالع قصف حوثي بالدبابات على موريس بعد بدء اتفاق الهدنة بنصف ساعة أما في محافظة الجوف الحوثيون يهاجمون الجيش في خب والشعف والغيل وإصابة طفلين في المصلوب وفي التفاصيل نذهب إلى محافظة البيضاء نتابع تفاصيل الاتفاق لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين المتمثل في المقاومة والميليشيا يقول الموقع وقع ممثلون عن المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء اتفاق مع ممثلين عن ميليشيا الحوثي وقوات صالح لوقف إطلاق النار لكن هذا الاتفاق انهار بعد أقل من ساعة على توقيعه مساء الأربعاء وقالت مصادر للمصدر أونلاين إن الاتفاق الذي جرى توقيعه في منطقة بيت دهام بمحافظ أو بمديرية الطفة ينص على وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين في حين يقول المصدر إن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخ كاتيوشا مساء الأربعاء على منطقة الحبج بمديرية الزاهر وأن صاروخين آخرين سقطوا في المكان ذاته بعد ساعات من توقيع الاتفاق أزمة اليمن في القمة الخليجية الأمريكية تحت هذا العنوان نشر موقع المصدر أونلاين مقالاً للكاتب ناصر طه مصطفى ويقول الكاتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضيفاً على قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض بثاني قمة خليجية أمريكية وبالتأكيد سيحرص أن يخرج من هذه القمة بمكاسب تكفل له إنهاء ولايته الأخيرة بقدر من الإنجازات السياسية التي يعتقد أنه محتاج إليها في سجله الذي كان باهيتاً وسلبياً للغاية بالنسبة إلينا في المنطقة العربية ومن وعوده التي ذهبت أدراج الرياح في شأن العمل على إنجاز حل الدولتين بالنسبة إلى القضية الفلسطينية مروراً بتراجع مواقفه في شأن دعم الثورة السورية وإسقاط نظام الأسدي وانتهاءاً بمحاولات إدارته تحقيق إنجاز سياسي في اليمن على حساب أمن واستقرار حلفائه في دول الخليج بل وخصماً من الموقف الدولي الدعم للشرعية اليمنية الذي عززته كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لذلك من المتوقع أن تكون القمة هامة وحاسمة تجاه العديد من الملفات التي يريد الرئيس المنتهية ولايته إغلاقها على طريقته فيما لحلفائه في الخليج رؤيتهم الخاصة تجاهها وهي رؤية لا تصب فقط في خانة تعزيز أمن واستقرار الإقليم بل إلى جانب ذلك تصب في مصلحة العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا وسيكون للأزمة والحرب اليمنية بالتأكيد حضور واضح في القمة ولو أنه قد لا يأخذ من الوقت والاهتمام ما يمكن أن تأخذه قضية العلاقات مع إيران وأدوارها في زعزعة استقرار المنطقة أو القضية السورية أو مستقبل العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأمريكية على الرغم من أن كل القضايا المشار إليها قضايا متداخلة في النهاية وسيصعب نقاش كل واحدة منها بعيدا عن ظلال بقية القضايا نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الاشتراك نتا نقرأ فيه بدء مفاوضات السلام بين الحكومة وميليشيا صالح والحوثي اليوم الخميس كما عنوان الموقع الميليشيا تطالب بوقف العمليات العسكرية وتصاعدها في تعز واهتم الموقع بخبر الانتشار الكثيف لتنظيم القاعدة في مدينة المكلة جاء في تفاصيل هذا الخبر كثف تنظيم القاعدة من انتشاره الأمني ونقاط التفتيش في مدينة المكلة عاصمة محافظة حضرموت وقالت مصادر محلية ذكرت للاشتراك نت أن عناصر تنظيم القاعدة كثفوا من انتشارهم الأمني في المدينة وشددوا إجراءات التفتيش في مداخل المكلة وأضافت أن التنظيم اعتقل في أحد نقاطه في منطقة الريان شرق المكلة حوالي عشرون شاباً كانوا على متن حافلة متجهة إلى المسيلة وتم اقتيادهم إلى مبنى إدارة الحسبة للتحقيق معهم للاشتباه بأنهم مجندون كانوا في طريقهم إلى معسكر حماية الشركات النفطية بوادي حضرموت وكانت مصادر قبلية وعسكرية مطابقة أكدت للاشتراك نت أن هذه الإجراءات لتنظيم القاعدة في المكلة جاءت بعد تحركات عسكرية تجري في هضبة حضرموت وأوضحت المصادر أن عدداً من الآليات والمعدات العسكرية الثقيلة وصلت إلى معسكر وادي نحب في هضبة حضرموت إذن مشاهدين الكرام بهذا نكون قد أتممنا جولة الصحافة اليمنية سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستعراض أبرز ما تناولته الصحافة العربية اليوم ابقوا معنا أهلاً بكم من جديد مستمرون معكم في كشك الصحافة وإلى أهم ما ركزت عليه الصحافة العربية صادر اليوم بداية من صحيفة البيان تابعت موضوع المفاوضات وقالت البيان تنشر مضمون رؤية الشرعية لإنهاء الانقلاب علمت البيان من مسؤولين في الحكومة اليمنية أن وفد الشرعية إلى مشاورات الكويت سيقدم رؤية متكاملة بإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها البيان فأن وفد الشرعية أكد أن الانقلاب حال دون تنفيذ ما تبقى من استحقاقات عملية الانتقال السياسي وأن العودة للعملية السياسية يتطلب إزالة الأسباب التي أدت إلى توقف مسار المرحلة الانتقالية عندما تم إيقافها بالقوة المسلحة والانقلاب على الشرعية والاستلاع على أسلحة الجيش الوثيقة الحكومية أكدت أنه وبعد الانتهام من إزالة آثار الانقلاب سيتم استكمال الاستحقاق السياسي من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الاتحادي الجديد بعد إقراره من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار على أن يتم عقب ذلك الإعداد للانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتحدد الرؤية الحكومية مؤسسات استكمال الانتقال السياسي وهي مؤسسة الرئاسة حيث أن رئيس الجمهورية يستمد شرعيته من الشعب الذي انتخبه وتنتهي ولايته بتنصيب رئيس منتخب وفقاً للدستور الجديد كما أن الحكومة الحالية معنية بموارسة مهامها كاملة حتى إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات بالتحول إلى صحيفة الجريدة الكويتية والتي عنونت في صفحتها المختصة بالشأن العربي متمردوا اليمن يلتحقون بمفاوضات الكويت بعد تطمينات قالت الصحيفة نجحت جهود مشتركة للكويت وسلطنة عمان والأمم المتحدة في إقناع المتمردين الحوتيين وحلفائهم بالالتحاق بمفاوضات السلام التي كان يفترض أن تنطلق في الكويت بمشاركتهم إلى جانب وفد الحكومة حكومة الرئيس عبد الربو منصور هادية لاثنين الماضي وأضافت الصحيفة تدارك المتمردون الحوتيون وحلفائهم من أنصار الرئيس اليمنى السابق علي عبدالله صالح موقفهم بشأن المشاركة في مفاوضات السلام التي كان يفترض أن تنطلق برعاية الأمم المتحدة في الكويت الاثنين الماضي وتأخرت بعد تلكؤهم في الحضور وتفيد الصحيفة الكويتية أن الميليشيا تلقت ضمانات دولية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وجاء موقف المتمردين بعد أن حضتهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على سرعة المشاركة بمفاوضات الكويت وتجنب بمزيد من التأجيل وتستمر الجريدة أبلغت الدول الخمس للحوتيين وحلفائهم تفهمها لمخاوفهم وطالبوهم بطرحها خلال المفاوضات وميدانيا تنقل الجريدة عن مصادر ميدانية ومراقبين محليين أن المتمردين واصلوا هجومهم على مواقع الجيش والمقاومة وقصفها بصواريخ والمدافع الثقيلة وخاصة في محافظات التاعز ومأرب ولحج والضالع بالإضافة إلى نهم انقلابيوا اليمن يهدرون الوقت بدم الأبرياء تحت هذا العنوان أوردت صحيفة السياسة الكويتية افتتاحيتها التي كتبها رئيس تحريرها أحمد الجرالة وقالت الافتتاحية إذا كان الحوثيون والمخلوع يراهنون على إحداث تغيير على الأرض من أجل تحسين موقعهم التفاوضي فهم واهمون فسيطرة الحكومة الشرعية والمقاومة على غالبية المناطق أمر محسوم ولا رجعت فيه وباتت الضرورة اليوم ملحة لمكافحة توسع تنظيم القاعدة وداعش الذي تسببت به المغامرة الإجرامية الحوثية لهذا فإن الحجج التي يطلقون بالوناتها لن تغير في الواقع شيئا بل هم بذلك يقربون أعناقهم أكثر من حبل مشنقة الإيدانة الدولية التي تلاحقهم بفعل القرار 22-16 هؤلاء ليس أمامهم إلا المصالحة الوطنية لتخفيف الوطأ عنهم وربما تكون منقذهم الوحيد أما إطالة أمد الحرب فهي تضيف إلى سجلهم جرائم جديدة تزيد من إغلاق نوافذ الأمل المتاحة لهم اليوم لا يحتاج العالم إلى أدلة على خرق الحوثيين ومنذ اللحظة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بل كانت جرائمهم واضحة للعيان إلى درجة بدأت فيها تتكشف أكاذيبهم حتى لمؤيديهم وهو ما استدعى ردا محدودا من المقاومة والتحالف وإذا كانت لديهم ذرة من الحرص على الخروج من الأزمة فليوقفوا خروقاتهم وإنخرطوا في بحث المخارج الكفيلة بتضميد الجراح اليمنية على فريقي التمرد والانقلاب التيقنوا أن العالم هو من سيقاتلهما وليس التحالف العربي فقط إذا لم يتوبوا ويصحوا من نشوة المغامرة الإجرامية الوهمية وأن يعتبروا من الدرس الذي لقنتهم إياه عاصفة الحزم والقرارات الدولية ولا يحاول تخريب البيت اليمن الذي لا تسمح الدول العربية أن يكون مشروع الأبواب على الرياح الإيرانية والإرهابية أو لمن يتربص بالخليج وخاصرته الجنوبية لذلك فالأفضل أن يتخلوا عن حججهم الواهية ويشاركوا بإيجابية وحسن نية في طاولة الحوار التي عليها يكتب مصير اليمن ويعلموا أن اتفاق الأطياف اليمنية سيكون محل ترحيب الجميع وربما كما أسلفنا خشبة الخلاص للحوثيين وصالح وإلا ستشرع أمامهم أبواب المحاكم الجنائية الدولية وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنوانت في أحد موضوعاتها الخاصة باليمن تقول صحيفة المتمردون اليمنيون إلى الكويت للمشاركة في محادثات السلام ومن عنوين صحيفة الإمارات تؤهل أقدم المكتبات الوطنية في اليمن قالت الاتحاد إن هناك مشروعا متكاملا لإعادة تأهيل أقدم المكاتب الوطنية في اليمن ضمن جهود الدولة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب التي شنتها الميليشيا المتمردة في البلاد وبحسب الصحيفة تعد المكتب الوطنية أو ما يطلق عليها الأهالي مكتبة باذيب التاريخية من المواقع الثقافية الرائدة التي أسهمت في العملية التنويرية لمدينة عدن خلال سنوات الماضية وأفاد مدير المكتبة عبد العزيز بن بريك بأن المشروع سيعيد للمكتبة مكانتها ودورها في خلق جيل مثقف يبني الوطن مضيفا أنه سيجري إعادة تأهيلها وترميم المكتبة بمواصفات عالمية من أجل جعلها جاهزة لاستقبال الطلاب والباحثين الراغبين بالتزود بالمعلومات والمعارف المختلفة صحيفة العربية الجديد تحاول الاقتراب من قراءات الدور التي تلعبه سلطنة عمان في توسط لحل أكثر في قضية عربية من بينها أكثر من قضايا عربية متعددة من بينها اليمن تقول الصحيفة إن ثمت حادث يختصر الفلسفة التي تسير السلطنة على هديها وتقول الصحيفة إن هذا الحادث وقع في التاسع عشر من سبتمبر من العام 2015 حين تعرض مقر إقامة سفير عمان في صنعال القص من قبل مقاتلات التحالف الذي تقوده سعودية فقد كان الاحتجاج العماني فوريا وشكل حالة غريبة عن الحذر المعتاد لديبلوماسية السلطنة مسقط فعلت كل ما في وسعها لتجنب التصعيد اللفظي وواصلت في الوقت نفسه جهودها لتحرير رهائن سعوديين من قبضة الحوتيين وساهمت كذلك في تحرير عدد من الرهائن الغربيين بينهم فرنسية في نفس العام وتضيف العربية الجديد أن معرفة عمان الدقيقة بالساحة السياسية اليمنية واصلتها بالقبائل وبينها تلك المنخرطة في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب دفعت بالولايات المتحدة للإصغاء إليها والموافقة على أن تتوقف ضربات الطائرات بدون طيار في اليمن عن الانطلاق من قواعدها في عمان ذلك أن السلطنة لا ترغب بأن يتم زجها في الصراع وإن ظلت واشنطن السند الرئيسي للسلطان فهو يحاول أن لا يعتمد على حليف واحد وتقول الصحيفة في التقرير الخاص إن نظرة بسيطة إلى الخارطة تكفير فهم معضلات السياسة الإقليمية للسلطنة العالقة بين جارها السعودي القوي شمالا وإيران على الضفة الأخرى إلى صحيفة القدس العربي التي تصدر خبر من مصر عدد القراءات وعنوانات القدس فرقة الموسيقى المصرية تفشل في عصف النشيد الوطني الفرنسي وقالت القوت سخرة وسائل الإعلام الفرنسية عن طريقة عصف فرقة الموسيقى العسكرية المصرية للنشيد الوطني الفرنسي متهمة الفرقة بتشويه المعزوف الوطنية المعروفة باسم لا مارسيز وكتب موقع التلفزيون الفرنسي استمعوا لهذه النسخة المفاجئة من لا مارسيز التي قدمتها جوقة الجيش المصري مكررا كلمة تشويه فيما صخر الصحفي ماغو كوليمون في حسابه بتويتر من العصف قائلا اذناي تسيلان بالدماء ونشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر تحديدا يظهر عزف الفرقة الموسيقية العسكرية المصرية للنشيد الوطني الفرنسي عند وصول الرئيس فرانسولاند إلى مصر واستقباله من طرف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفيد الصحيفة كان الأداء غير منسجم والتنسيق بين أفراد الفرقة ضعيفا جدا فتداخلت الأنغام وشوهت لحن المعزوف الوطنية الفرنسية التي كانت الأصل نشيدا للثورة الفرنسية ليس أقسى من اليأس إلا الأمل تحت هذا العنوان كتب إبراهيم ناصر الله مقاله في صحيفة القدس العربي ويقول الكاتب في كل مرة تزور فلسطين وأعني هنا ما يتاح لك زيارته منها الضفة الغربية تجد أن هناك شيئا مختلفا فيها كثير من وقائع تتغير وكثير من الغيوم تهبط على القلب بحيث لا تملك إلا أن تقول ما قلته منذ سنوات كل حرب سنخرج منها أقل كل سلم سنخرج منه أقل لكنها فلسطين فلسطين التي لا يمكنك إلا أن تراها مكتملة وأنت تتلمس روعاتها وتدرك أي وطن رائع ذلك الذي فقدنا في فلسطين ستعرف معنى أن تحب وتعرف معنى أن تحب وأنت تقع في الحب برشاقة طائر يصعد الجبل تستعيد أياما كنت فيها تزورها مع والدك طفلا متجها إلى بيت لحم حيث بيت جدك في مخيم عيدة كم كانت الطرق سهلة رغم وغورتها في تلك الأيام وكم هي مريحة تلك الحافلات البطيئة ذات المقاعد الحديدية التي توجه لك عددا لا يحصى من الطعانات مع كل حفرة مقيمة في ذلك الطريق وحين تصل إلى القدس سيهمس والدك أي طريق سهل ذاك الذي كان يقطعه من القدس إلى حيفة أو الرملة أو عكا في عربة قطار أو على ظهر حصان وكم هي مريحة تلك السفوح الهابطة نحو الويديان والويديان التي لم تفتقد الأمل في أن تبلغ القمم كثير المظاهر تسود وكثير منها تبيد ويبقى جوهر فلسطين الجميلة في ذلك الحب الذاهب إلى أقصاه وهو يحمل لها شمس اليوم التالي وخضرة لا تتفتح في الربيع وحده بل في كل الفصول مشاهدين نبقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نشاهدها سويا وبهذا نختم حلقة اليوم من برنامج كوشك الصحافة إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة